اشتركوا في القناة الجهات المعنية شرعت في اجراءات تنفيذ امر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي سيسمو في تنشيط حركة التداول العقاري والبناء وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في مملكة البحرين من منطلق حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاستمرار في تفعيل المبادرات التي من شأنها دفع عجلة العمران وتنشيط المشاريع العقارية على ارض مملكة البحرين امر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الاسكان والتخطيط العمراني بإلقاء رسوم استيراد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم موجها سموه الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في القطاعات كافة هذا الامر يعكس حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المستمر في رفض وتعزيز القطاع العقاري وقطاعات البنية التحتية والتعمير وتحفيزها على المساهمة بشكل أكبر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسريع وطيرة حركة البناء والإنشاء ومواصلة خلق الفرص النوعية للمواطنين كأولوية من أولويات برامج واستراتيجيات العمل الحكومي كما سيكون له الأثر الإيجابي البالغ على المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين بما يدفع بزيادة الاستثمار والتطوير ومشاريع البناء في مختلف القطاعات في المملكة إلى جانب تنشيط حركة التداول العقاري والبناء وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية نهيك عن تحفيز بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال في مجال التنمية العمرانية وتنفيذاً لأمر سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء فقد شرعت الجهات المعنية في تطبيق إجراءات إلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء والعمل على وضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم لتوفير الأرضية الخصبة للقطاع العقاري وقطاعات البنية التحتية ترجمة نانسي قنقر